مساء الخير مشاهدي العربية وأهلا بكم إلى العالم الليلة أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا والبداية مع العنوين تأكيدا لاقترابها مجلس الحرب الإسرائيلية يبحث بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفاح تحسبا لمزيد من الاستهدافات الإسرائيلية إيران تستبدل مستشاريها بعراقيين ومن حزب الله بعد دقائق فقط من توقيعه قرار يمهد لحظر تيكتور حملة بايدن الانتخابية تؤكد استمرار استخدامها للتطبيق استطلاع جديد للرأي يكشف تقدم دونالد ترامب على جو بايدن في ست ولايات متأرشحة وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى أبرزها مساعدات أمريكية مليارية على وقع زيارة بلينكين إلى بكين بايدن يغضب الصينيين بإقرار مساعدات عسكرية بدأت في إسرائيل وانتهت في تايوان متحدثا عبر العربية إنجليش أندرو تيت الشخصية الأكثر جدلا في عالم السوشيال ميديا يكشف ليريس خان جانبا غامضا من حياته وعلاقاته في مقابلة مثيرة تفاصيلها في العالم الليلة وفي خارج الصندوق بعد قليل مغامرة جديدة لنتانياهو عملية رفح العسكرية هل تربحه العملية السياسية أم يفقد حلفاءه نبحث في التفاصيل ولدينا أيضا في خارج الصندوق وزير داخلية إيران على قائمة الإنترفول يقطع رحلته ويعود إلى بلاده خائفا نكشف التفاصيل أهلا بكم مشاهدي العربية إلى الساعة الأولى من العالم الليلة مع إليا الاختيار وأبدأها من ملف رفح حيث لا خيار سوى اشتياح رفح أو ستكون العواقب وخيمة على حكومة نتانياهو يقول هنا إعلام إسرائيلي طبعا فالعملية باتت أقرب من أي وقت مضى معتبرينها المعركة الفاصلة في غزة لسيما مع تأكدات رسمية حول ذلك فالحكومة الإسرائيلية هنا على لسان المتحدث باسم الحكومة أكدت بأن العملية قادمة لمحال وبأن الجيش ماضم في استعداداته لاستهداف حماس في رفح كما أن مجلس الحرب سيفحف غدا بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح كذلك مشاهدين هذا ما أكده مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الجيش على أهبة الاستعداد لكن بانتظار إشارة البدء من الحكومة إلا أنه ورغم كل هذه التأكدات لم تتطرق الحكومة ولا حتى الجيش الإسرائيلي إلى شكل العملية طبعا إذا ما كانت اشتياحا كاملا أم شزئيا بس يا رب يا رب يا رب ما تصل مرحلة بأن الجيش الإسرائيلي يخش المنطقة هذه لأنه إذا وصل المنطقة هذه إبادة بمعنى الكلمة بمعنى جنيع الكلمات إبادة حكمها خيل قدش في عالم هان عالم كتير هنا وقف الحرب إحنا ناس بدن نعيش إحنا عمنا ناس السليمين إحنا لا تعون طخ ولا تعون كتل ولا تعون هادئ إحنا ناس مواطنون بدن نعيش عنا صغار بدن نربيهم عنا نطعمهم معشرات تتزايد بشأن اقتراب شن عملية عسكرية على رفح لكن متى ستبدأ وكيف ستبدأ وهل ستتغير استراتيجية تل أبيب العسكرية وفق خبراء عسكريين سيتم إجلاء إسرائيل ستجل من المرحلة الأولى المدنيين في المرحلة الأولى وتنقلهم إلى رفح في خان يونس ومخيمات وسط القطاع وأيضا إلى الساحل لسيما في رفح حيث أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح سيتم إجلاء فهل هذا يمكن عمليا يبدو ذلك طبعا مستحيلا وفق خبراء هنا فمشاهدين بالمرحلة الثانية من الاجتياح البري يتم نقل القوات تدريجيا لرفح والتركيز على المناطق التي تعتقد بأن حماس تختبئ فيها في أنفاق كما أن نتنياهو مصمم على العملية ويكرر دوما بأنه لحماس أربعة كتائب قتالية في رفح تضم ألاف المقاتلين كما أنها تتوقع وجود مقاتلين ومحتجزين هناك أما عن مدة العملية فقد تتجاوز ستة أسابيع وفق ما تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون الذين أكدوا بأن العملية ستتم وفق خطة عملاتية محكمة ولن تكون شاملة استعدادا للعملية الجيش الإسرائيلي مشاهدين أعلن عن تعبئات لواء أي احتياط للقيام بمواصفها بمهام دفاعية وتكتيكية بقطاع غزة تحديدا تحت قيادة الفرقة التاسعة والتسعين نتحدث عن لواء الاحتياط الثاني بالجيش الإسرائيلي لفرقة 146 ولواء الاحتياط 679 التابع للفرقة وفرقة 210 الذين اكتسبوا خبرة طويلة في الحرب وتحديدا بحرب الحدود الشمالية مع لبنان إذن هي عملية قادمة بانتظار توقيت البدء غسان لكن ماذا عن سبل إخراج المدنيين المدنيين النازحين هربا طبعا من الاشتياح بعد كل التحذيرات إن كان الأمريكيين وإن كانت زولية من مخاطر هذه العملية على المدنيين بالفعل ليال الحكومة الإسرائيلية تزعم بأنها ستبعد المدنيين عن الأذى وتعهدت بذلك لكن سبقوا أن تعهدت أيضا بخصوص في الشمال أو في وسط قطاع غزة وجنوب قطاع غزة وصولا إلى خان يونس لكن شهدنا طيلة المئتين يوم الماضية المجازر والعمليات العسكرية التي استهدفت عشرات الألف من المدنيين نتحدث عن أكثر من 34 ألف قتل لغاية الآن وأكثر من 70 ألف إصابة وبتالي العمليات مستمرة لذا تتعظم المخاوف والقلق يتزايد في هذه الفترة خصوصا مع اقتراب ساعة الصفر لاجتياح رفح بحسب المؤشرات التي تأتي عبر المسؤولين الإسرائيليين وأيضا التحذيرات الأممية والدولية والعربية من مغبة اجتياح إسرائيل لمحافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ونتحدث عن محافظة مساحتها لا تتجاوز 150 كيلو متر طبعا في هذه المساحة يوجد هناك نحو مليون واربعمائة ألف فلسطيني منهم النازحون الذين وصلوا إلى مدينة رفح من الشمال والوسط والجنوب حتى هذه المنطقة إضافة إلى السكان الأصليين لرفح والتي لا يتجاوز عددهم 300 ألف وبالتالي رفح تستوعد 6 أضعاف عدد سكانها الأصليين وربما أكثر وهناك مخاوف من تنفيذ هذه العملية وأيضا هناك ترجحات بأن يكون السيناريو الأول لإجتياح رفح من المنطقة الشرقية من هذه المناطق وأيضا سيناريو آخر من المناطق الغربية تحديدا من غرب خان يونس باتجاه قلب رفح للتعامل كما تقول إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك أربع كتائب من القسام موجودة في رفح وهي تشكل خمس القوى القتالية لحركة حماس وبالتالي تريد التعامل مع هذه المنطقة تبقى المشكلة الأكبر والمعضلة الأكبر الآن هي موضوع النازحين وسكان أهالي منطقة رفح في هذه المنطقة نتحدث عن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني في هذه المناطق إلى أين سيذهبون؟ هناك سيناريوهات تشير بأن هناك بعض العشرات الألاف ربما يتجهون إلى مصر وهو ما ترفضه مصر ولا تريده مصر وبالتالي أيضا حتى الأهالي في رفح وفي قطاع غزة يرفضون الخروج من قطاع غزة وهناك العديد من الأهالي يجلسون في هذه أو يقيمون في مخيمات من الخيام والبلاستيك في هذه المناطق في محور صلاح الدين وأيضا في المنطقة الغربية لرفح وخان يونس في هذه المناطق في الخيام وربما يتم الضغط عليهم باتجاه الغرب وباتجاه المنطقة الوسطى لكن لن يسمح لهم بتجاوز ودي غزة كما يؤكد الجيش الإسرائيلي بأنهم لن يذهبوا إلى شمال قطاع غزة هذا أبرز ما يقلق في موضوع رفح أكثر من نصف عام على الحرب كانت كافية لكي يبدأ الجنود المصريون ببناء علاقة وطيدة مع النازحين الغزيين القاطنين جوار الجدار الحدودي فهذا طفل يكتب رسالة لهم وهؤلاء صبية فرحون بما أعطاهم الضباط من حلوى وطعام ما يجري هنا يشكل أحد الهواجس الأمنية المصرية فكيف سيتعرض هؤلاء النازحون للقصف على بعد أمتار من الجنود المصريين إسرائيل تعلم هي الأخرى أن هذا السيناريو صعب لذلك ستكون مهمتها الأولى إبعاد الناس عن الحدود بالإقناع صور أقمار صناعية أظهرت أن إسرائيل بدأت بناء معسكرات في منطقة المواصي وجنوب خان يونس معسكرات تحوي خدمات وربما إغراءات لإبعاد النازحين عن رفح مصر تنفي وجود تنصيق بينها وبين إسرائيل أو أي طرف بشأن تفاصيل العملية العسكرية لكنها يجب أن تكون مستعدة لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث كفرار جماعي للغزيين باتجاهها أو سقوط قذائف وصواريخ في أرضها وحتى تفجيرات في هذا الجدار تؤدي إلى ثغرات أمنية وندعو لعدم اتخاذ إسرائيل أي إجراءات عسكرية في رفح هذه أيضا تعوى من غالبية العزمة من أعضاء المجتمع الدولي لإدراك الجميع بأن الأعمال العسكرية في منطقة تقتز بالسكان المدنيين حوالي مليون ونصف سوف يترتب عنها مزيد من الضحايا من المدنيين وهنا يبرز دور الولايات المتحدة والضمانات التي ستقدمها ولجم الهجوم العسكري على رفح بحيث يكون منظما وتدريجيا ولا يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين الذين سيخرجون طواعية وفق الخطة إلى أماكن أخرى وهو ما يبرر مدة الشهرين التي تحدثت عنها عدة مصادر كعمر افتراضي لعملية رفح للحديث مشاهدين عن عملية رفح ينضم إلينا منتل أبيب عبرزوم أوفير جاندلمان المتحدث باسم الحكمة الإسرائيلية أهلا وسهلا بك لو سمحت باختصار الأجوبة لأن لدينا الكثير من الاستفسارات بداية هل اتخذ توقيت العملية متى وكيف هو شكل هذه العملية؟ التوقيت قد اختير من قبل رئيس الوزراء وتامت المصادقة على جميع الخطة العملياتية المعانية باشتياح رفح لأن رفح هي المعقل الأخير لحماس ولذا يجب المضي قدما في العملية من أجل القداع على حماس بأكملها نحن لا نريد أن نرى حماس تعيد تنظيمها وتصليحها بعد عدة شهور أو سنة أو سنتين وعندها ستتمكن من ارتكاب المزيد من المجازر بحق مواطنين لذا لابد من استكمال المهمة والدخول إلى رفح هل نتحدث عن أيام ساعات يعني كم المدى الزمني لبدء العملية؟ تقريبا لن تقول ماتا ولكن المدى الزمني لا نغطي هذه تفاصيل أسباب عملياتية نوع عسكرية واضحة الشكل العملية هل نتحدث عن عملية اجتياح بري وأيضا يعني قصف جوي كما حدث بقطاع غزة قبل؟ هذا يعني اتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها استعصال حماس من رفح نحن نعلم بأن كما تفضلت هناك أربع كتائب متباقية لحماس في رفح ومن نجل القضاء على كل القوة المقاتلة لحماس لابد من الدخول إلى هذه المنطقة وبالتالي نحن نعلم بأن هناك شبكة كبيرة من الأنفاق في هذه المنطقة نعلم بأن هناك احتمالية كبيرة بأن المخطفين الإسرائيليين متواجدين في هذه المنطقة ونحن طبعا ملتزمون تماما نعم هذا ما تقول الحكومة يعني بمصوغ هذه العملية ولكن اليوم مصر تحذر بأن هذه العملية إذا ما كانت تحذر من تبعات هذه العملية أولا من الناحية الإنسانية وثانيا على السلام بين إسرائيل ومصر هناك تسريب كان لأكسيوس عن لقاء بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية هل هناك تنسيق مع مصر؟ نحن نعلم بأن هناك طبعا هواجس إنسانية بما خص رفع ولذا نحن سنبذل كل الجهود من أجل توفير الأمان للسكان في هذه المنطقة من خلال توفير ممارات آمنة وإبعاد السكان إلى مناطق آمنة لكي لا يتعرضوا إلى أي آذة كما حدث في شمال القطاع نحن لا نستهدف المدنيين نحن نعلم بأن حماس تختبر وراء ظهورهم وهي تستخدمهم كدرع بشرية نحن سنعمل وفقا للقانون الدولي ووفقا للإجراءات التي قمنا بها سابقا من أجل اجتماعية المدنيين بناحية القانون الدولي يعني هناك اليوم تحذير إن كان من الولايات المتحدة أو من الأوروبيين حول هذا الموضوع هل هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي حول البدء بهذه العملية وصد الرفض الأمريكي لها؟ هناك تسالات مستمرة مع طرف الأمريكي حول هذا الأمر والإدارة الأمريكية تدرك تماما بأنه لمفر من القداء على حماس بأكملها يعني الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب الثلاثة وبالتالي هناك ضوء أخضر أمريكي بهذه العملية وستجاة المختوفين وضمان بأن غازة لن تشكل أبدا أي تعديد علينا هناك ضوء أخضر بالبدء بهذه العملية مرة أخرى يجب دخول الرفض خلينا نتصور سيناريو آخر حماسيا داعش فلسطيني خلينا نتصور بأنه لم يتم دخول إلى الموصف من هذا القداء على داعش اسمح لي لا نريد أن نذهب إلى هذه المصطلحات واستخدامها هذا من حقي لو سمحت لا أريد أن أدخل بجدل على الهواء دعنا أن نكمل هذا الحوار بطريقة راقية أريد معلومات ومعطيات فقط هل هناك تنسيق أمريكي وضوء أخضر أمريكي للبدء بهذه العملية وهل تنسقون مع الجانب المصري نعم أم لا نحن ننسق مع الطرف الأمريكي ونحن أوضحنا خطتنا إلى الإدارة الأمريكية وهناك طبعا اترسالات مستمرة في هذا الصدد ومار أخرى بما تعلق بما هي حماس فحماس هي داعش فلسطيني هذه هي التسمية الإسرائيلية شيئتي أم أبيتي اسمح لي لا نريد أن نستخدم هذه التسميات على الهواء لا أريد أن أدخل الأرجاء هذا من حقك ونحن من حقنا أن نفرض المصطلحات التي يمكن استخدامها أيضا هي مصطلحات مهنية تتواصل مع الإعلام العربي لماذا هذا دفع عن هذا التنظيم الإرهابي المتواصل يا سيد أوفير لا أريد أن أدخل بجذل لو سمحت دعنا نقبل هذا الحواء إذا ما سأنتقل إلى الحدود مع لبنان هل هناك تصريح لوزارة الخارجية ووزير الوزراء الإسرائيليين بأن العملية أصبحت وشيكة هل هناك أيضا عملية واجتياح كامل على الحدود مع لبنان منذ ستة أشهر نحن تعرض لقسف مستمر لبلداتنا وكورانا على حدودنا الشمالية من قبل التنظيم الإرهابي الإيراني الذي احتل لبنان واحتل جنوب لبنان ونحن أوضحنا منذ أول يوم بأنه يجب إزالة هذا التعديد عن حدودنا تم إخلاء أكثر من 80 ألف مواطن إسرائيلي من هذه الحدود من البلدات والقرى وهم نازحون في بلدهم ومن أجل توفير حال إلى هذه القضية نحن عرضنا حلين الحال الأول هو الحال الديبلوماسي أي تطبيق القرار 1701 حتى الآن لم يتم الحصول على أي تقدم في هذا الصدد والحل الآخر هو حل عسكري وحتى الآن حزب الله تكابد خسائر فادحة فادحة للغاية وخسر أكثر من 300 من قضاته وإرهابيه في الجنوب ونحن أوضحنا بأننا مستعدين تماما لإتخاذ كل الإجراءات من أجل حماية هل يمكن القول بأن الحل الديبلوماسي والوساطة فشلت خصوصا بأن الجانب الفرنسي الأمريكي نشط بالوساطة بالفترة الماضية هل يمكن القول بأنها فشلت وإسرائيل اتخذت القرار بعملية عسكرية أمنية على الحدود مع لبنان يمكن القول بأننا عطينا فرصة لهذا المسار الذي لم يحقق أي نتائج من المساعدة والبعض يسأل ألم تتعذوا من حرب 2006 وبالتالي ما الجدوى من حرب تدميرية لن تستأصل حزب الله ولكن سأعود إلى مصر سأعود إلى مصر حزب الله الذي يواصل قصف بلداتنا هو الذي يريد الحرب ولكن لبنان لا يريد الحرب الشعب اللبناني لا يريد الحرب ومرة أخرى حزب الله وهو ميليشيا إيرانية يجر لبنان إلى حرب تدميرية انظروا إلى ما حصل في غزة هذا سيكون أيضا في بيروت لو استمر حزب الله في قصف بالعودة إلى مصر هل هناك تنسيق مع المصريين خصوصا وأن هناك تأكيد بأن لا تهريب على الحدود هل هناك تنسيق بخصوص عمارية رفح وسط التحذير المصري من مغبة قيام بها مرة أخرى نحن نعمل من أجل إيجاد حل للمشكلة الكبيرة وهي وجود حماس في قطاع غزة حماس موجودة في قطاع غزة بشكل غير قانوني لو سمحت هل ممكن أن تجيبني على السؤال هل هناك تنسيق مع مصر نعم أم لا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى مشكلة حماس يعني بعيون إقليمية حماس هي جزء من المشكلة في هذه المنطقة لأن حماس هي جزء من محور الشارع الإيراني هي جزء من الإخوان المسلمين وهي ميليشيا إيرانية ومن أجل توفير الأمان لكل شعوب المنطقة يجب القضاء على حماس وهذا ما نكون بي سيد أوفير المفاوضات بينكم وبين حماس توقفت بالفترة الماضية هل هناك أي أي مفاوضات جديدة أو نشاط لهذه المفاوضات بشأن طبعا المحتجزين وماذا عن شروط حماس حماس رفضت كل الخطط التي عردت عليه من نجل تواصل للصفقة لإطلاق النار وهي رفضت كل هذه العروض والمقترحات وهذا طبعا خيبة أمل كبيرة بالنسبة للغازيين الذين يريدون وقف الحرب ونحن أوضحنا منذ أول يوم يمكن إنهاء الحرب حالا بعد خمس دقائق من الآن لو تعمل قيام بشرتين شرط الأول هو الإفراج عن جميع الوخطوفين الإسرائيليين هناك 133 مختاطف إسرائيلي داخل قطاع غازة بأيدي هولاي لحوش والشرط الثاني هو استسلام حماس إذا اقترثت حماس ولو للحظة بمصلحة سكانك وتغزل استسلمت وهناك آلاف الإرهابيين الذين ينتمون لحماس الذين يستسلموا وإذا لم تستسلم حماس طبعا يجب المضي قدومان حتى القضاء عليها وبالتالي لم المفاوضات متوقفة المفاوضات متوقفة بالسبب رفض حماس المضي قدومان في صفقة لوقفة لقنار والإفراج عن المخطوفين شكرا لك منتل أبيب عبرزوم أوفير جنتلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تصاعدت الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإيرانية في عدة مناطق في سوريا مما دفع طهران لتخفيض الوجود العسكري حيث أفاد مشاهدين أفادت مصادر رفيعة المستوى لفرانس براس بأن القوات الإيرانية أخلت منطقة الجنوب السوري وانسحبت من مواقعها في ريف الدماشق ودرعا والقنيترا وأفاد هنا المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المقاتلي من حزب الله حلوا مكان القوات الإيرانية بهذه المناطق المذكورة طبعا مشاهدين قصف القنصلية الإيرانية بسوريا كان من بين أحد الأسباب التي دفعت طهران لسحب قواتها التي كانت متمركزة بالعديد من المناطق السورية مزيد من التفاصيل حول الوجود هناك معفر الصلواتي وأعود من بعدها مرة أخرى يصلط الضوء على الوجود العسكري الإيراني في سوريا الأعين تتجه شرقيا البلاد تحديدا إلى محافظة دير الزور ومدينة البوكمال الحدودية نقطة تمركز رئيسية لأبرز الميليشيات الإيرانية ثلاث مناطق انتشار مهمة بالنسبة لدير الزور فهي تعتبر نقطة الربط الجغرافي الوحيدة للميليشيات الإيرانية بين سوريا والعراق أيضا توجد في جنوب مدينة الميادين بدير الزور عدة قواعد ومواقع لميليشيات الحرسي الثوري أيضا اتخذت الميليشيات الإيرانية مكانا لها في بعض مناطق حلب وهي ثاني أكبر مدينة في سوريا حيث يركز الحرس الثوري حضوره هناك منذ سنوات ومن حلب شمالا إلى دمشق جنوبا توجد ميليشيات إيران في محيط العاصمة تحديدا في مطار دمشق وثكنات العسكرية القريبة منه وفي ريف دمشق الجنوبي بدرعة وريف دمشق الجنوبي الغربي أيضا وتوجد إجمالا الميليشيات الإيرانية أيضا على الحدود اللبنانية السورية تحت إشراف حزب الله اللبناني وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد الذي سمعنا محاسن ماذا عن الانتشار؟ أتحدث هنا انتشار الميليشيات ومن هي الميليشيات ومن يدير بسوريا بعد الانسحاب التكتيكي للإيرانيين من هنا المرصد السوري ليال تحدث عن نحو ثلاثة ألاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني ينتشرون في سوريا الميليشيات الإيرانية تنتشر في سوريا منذ عام 2012 حزب الله يتولى قيادة البعض منها كما أن هناك ميليشيات سورية محلية إلا أنها تقاتل بأوامر إيرانية وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تتتوزع الميليشيات الإيرانية بعدد لا يقل عن خمسة وستين ألف مقاتل من بينهم أحد عشر ألفا من الجنسية السورية ونحو ثمانية عشر ألفا من جنسيات مختلفة كما تسيطر ميليشيات إيران على تلال مهمة بجنوب السوري وتتخذ منها مراكز رقص رصد متقدم وأظهرت خريطة جديدة وجود ثمانية وعشرين موقعا للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها جنوبا كل هذا الانتشار ليال بدأ يتقلص رويدا رويدا ووفقا لمصادر فرانس فاس فإن إيران ستعتمد على مكاتب لتنصيق بينها وبين الميليشيات الموالية لها في سوريا بالفاعل طبعا محاسن يعني إيران اليوم مضطرة وضطرت إلى ساحب مستشاريها واستبدالهم بعراقيين وأيضا من حزب الله الملء الفراغ بحسب كل التقارير الصادرة تقارير الأمنية في مقابلتي مشاهدين مع العربية أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن بأن إيران باتت على يقين بأن هناك خرق إسرائيلي للساحة السورية وأشار إلى أن طهران على علم بأن إسرائيل تحصل على إحداثيات لتحركات مستشاريها بدمشق سأستمع لما قاله وعود الواضح بأنها ستستمر لأن هناك انسحاب وليس إعادة تموضع الإعادة تموضع هي لحزب الله للميليشيات الموالية لإيران ولكن هناك انسحاب للمستشاريين الإيرانيين لأن الواضح بأن من يعطي أهدافيات عن أماكن تواجدهم باتت إيران على يقين كامل بأن هناك خرق إسرائيلي للساحة السورية بشكل كبير جدا إيران لا تستطيع تضحية بمستشاريها بهذه السهولة وآخرهم كان قادة ما يعرف بمحور المقاومة الذين قتلوا في بثنا ملحق بالسفارة الإيرانية مشاهدين طبعا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس المحلل العسكري عبد الناصر العيد أهلا وسهلا بك طبعا تقارير عن انسحاب وإعادة تموضع إيرانية شاهدناها أيضا بعام 2017-2018 ولكن إيران دائما تتموضع عسكريا ولكن استراتيجيا سوريا تمثل خط مد أساسي للأسلحة لحزب الله وللفصائل العراقية وبالتالي هل نتحدث بأن إيران لن تنسحب من سوريا مهما ضغطت عليها إسرائيل مساء الخير أستاذ ليال باعتقادي هذا التسريب مضلل وموجه من قبل الحرس الثوري والقيادة الإيرانية بطريقة مقصودة لأن الوقاعة الميدانية تقول غير هيك هناك عمليات ضخ لمقاتلين إفغان عراقيين من الحشد الشعبي ومن حزب الله وعملية تعويض للضباط الحرس الثوري الذين قتلوا في المراحل الماضية في الضربات العسكرية الإسرائية الماضية الوقاعة تقول أنه بالعكس هناك تعزيز لقدرات إيران بسوريا لأنه مثل ما ذكرت حضرتك سوريا هي يعني واسطة العقد للمشروع الإيراني أو الجسر أو القنطرة الإيرانية باتجاهها المتوسط إذا سحبنا هذه الحجرة من يد إيران سيسقط كل البناء وأعتقد أيضا أنه الدافع للتسريب هو الورطة والحرج اللي وقعت فيها إيران هل هو تكتيك أو إعادة حسابات إيرانية لأنه أصلا موجود عبر الميليشيات الأخرى نعم أذرعها هي نفسها سواء كانوا ضباط إيرانيين ولا قيادات إفغانية ولا من الحشد الشعبي ولا من حزب الله أعتقد أن السبب الأساسي أنه هن عرفانين أن الفترة الجاية ستشهد مزيد من الضغط على قواء ميليشياتها وأذرعها في سوريا وستلقى ضربات قاسية جدا هي تعرف أن معركتها القادمة هي في سوريا في الساحة السورية هذا أمر بات معروف وبات أنه في تنسيق بين عدة أطراف من شان تحقيق هذا الهدف ليست إسرائيل لوحدها في هذه المسألة ولكي تتلافى الحرج من الإعلان عن خسائر مستقبلية بين صفوف ضباط الحرص الثوري وتقول أنه الخسائر عراقية وإيرانية واللبنانية وأفغانية وأساسا أننا من زمان حكينا أنه الحرص الثوري منسحب ولا توجد قوات إيرانية هذا الأمر يأتي بالواقع على خلفية الحرج الذي وقعوا فيه نتيجة الإعلان عن قتل السفارة هم الآن بالتأكيد تقييمهم لعملية الإعلان أنه ما كان في داعي إلها وكانت خطأ استراتيجي وكان من الأفضل أنه يبتلعوا الخسارة بصمت يعني بدون ما يحقوا شيء وهذا من نتائج هذا التقييم الإعلام الإيراني تحدث بصراحة عن خرق وعن اتهامات صريحة لسلطات دمشق بالخرق الحاصل بصفوفة وتسريب الأحداثات الأمنية هل هذا الانسحاب نابع من هذه النقطة تحديدا وإذا ما كان فعلا ألا يحصل أيضا مع الميليشيات الأخرى يعني باختصار لو سبحت نعم مؤكد أن النظام وأطراف أخرى رفعت كشفة الغطاء الأمني الاستخباراتي عن الميليشيات الإيرانية المعلومات حول تحركات الميليشيات ومواقعها وكل هذا يمكن الحصول عليها من أطراف عديدة وليست من النظام لكن النظام هو أحد الشركاء في هذه المسألة وكل الميليشيات الإيرانية مشمولة بهذا الأمر وكما قلت لك نحن على بداية حملة واسعة وكبيرة جدا لاستهداف الميليشيات الإيرانية في سوريا رغم كل الاستعادات والتحفز الإيراني أعلنت عن توقيف شبكات تجسس إيرانية بالفترة الماضية وبالتالي هناك حرب استخبارات بين الجانبين شكرا لك من باريزة المحلل العسكري عبد الناصر العايد مشاهدين العالم الليلة مستمرة وفيها بعد قليل الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من أربعين هدفا لحزب الله جنوبي لبنان وبعد ساعات من إقرار حزمة مساعدات لتايوان بلينكين يصل إلى الصين في ثاني زيارة بأقل من عام مشاهدين سأكمل طبعا بملفات العالم الليلة ولكن الآن قبل استكمال الملفات سأنتقل إلى موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية وأبدأه مع أعلان متحدث للجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو والمدفعية شدنا ضربات على أربعين هدفا لحزب الله جنوبي لبنان وقال الجيش الإسرائيلي بأن الضربات استهدفت مراكز تخزين وبنية تحتية عسكرية لحزب الله خاصة في منطقة عيت الشعب وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين في ثاني زيارة لهذا البلد في أقل من عام وقال بلينكين قبل الزيارة بأنه سيجري مباحثات ديبلوماسية مكثفة واجهة لواجه مع المسؤولين الصينيين ووصف ذلك بأنه أمر حيوي لإحراز تقدم في القضايا الأكثر أهمية للشعب الأمريكي والعالم زيارة بلينكين تزامنت مع تحذيرات صينية من أن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان يزيد من خطر حصول نزاع في مضيق تايوان وهنا قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين بأن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقتهم العسكرية لن يجلب الأمن تايوان وبحر الصين الجنوبي أكدت مشاهدين المخابرات الأوكرانية بأنها قصفت مستودعين للنفط مملكين لشركة روزنفت في هجوم خلال الليل قالت المخابرات الأوكرانية بأنها نفذت الهجوم بمسيارات بمقاطعة سمول نيسك مشيرة إلى أن المستودعين كانوا يحتويين على 26 ألف متر مكعب للوقود وبأن الهجوم تسبب في حراءة كبيرة وأجلاء للسكان أعود لملفات العالم الليلة ولكن إلى الولايات المتحدة وتيك توك الولايات المتحدة تنظر تيك توك إما بقطع العلاقات مع بكين أو الحطر انعكس ذلك باعتماد الكونغرس الأمريكي طلبا يطالب جموعة تيك توك العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم أي أتحدث هنا عن بايدانس وعلى نطاق واسع أي مع الصين إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حضرة بالولايات المتحدة بعد جلسة أمس الرئيس بايدان وقع على النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب وصادق عليه مجلس الشيوخ أما تيك توك مشاهدينا فاحتجت مباشرة بعد التصويت بمجلس النواب السبت الماضي معتبرة بأن حضر المنصة سيشكل انتهاكا لحريات التعبير لـ 170 مليون أمريكي وتعهدت بالقتال في المحاكم وفق وصفها إذا دخل حضر تيك توك حيز التنفيذ طبعا روان هذا سيجبر بايدانس أتحدثونا عن الشركة الصينية الأم لهذه المنصة على بايع التطبيق خلال 12 شهرا كحد أقصى وإلا سيتم استبعاده من متاجر أبل و جوجل على الأراضي الأمريكية وبالتالي ماذا سيحصل؟ صحيح ليال لكن الحضر المحتمل ليس بهذه السهولة بداية يمكن أن نواجه طعن في القضاء وسط تساؤلات عن البداء للمحتملة على الأرجح ستحاول تيك توك الطعن في المحاكم وهي من ضمن العراقيل التي تواجه بيع المنصة فقانونيا قد تجادل تيك توك ببندي تعديل الدستور الأول وتقول إن ما يمارس ضد المنصة هو بيع قسري ينتهك حرية التعبير لمستخدمها قد تنظم أيضا مجموعة أخرى للمعركة القانونية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الذي كان معارضا صريحا للحضر لجانب احتمال أن تدخل بكين على الخط وتحاول منع البيع فيما حضر تيك توك في الولايات المتحدة يعتمد على خطوات كثيرة يمكن عملها قبل الحضر منها اللجوء إلى القضاء والمحكمة الدستورية قبل الحضر المنصة وعرض شراكة أمريكية على الشركة الصينية كما أنه من الممكن حفظ كل المعلومات متعلقة بالمستخدمين الأمريكيين داخل بنوك معلومات موجودة في الولايات المتحدة وهي الخطوات التي لا يعتقد المحللون أن مالك تيك توك سيرفضها كونه لا يستطيع الاستغناء عن أكثر من 170 مليون مستخدم أما عن احتمالية بيع حصة منصة تيك توك فيعتقد الخبراء بأنها خطوة لن يقبلها مالك تيك توك استنادا لأزمات سابقة بين بكين وواشنطن حول شركة هواوي والرقائل الكلورنية والتي انتهت بإيجاد بدائل لكن مجرد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدد بحضر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ليال وتوقيع بايدن عليه أمر له تداعياته على المنصة بالفعل روان يعني خطوة الولايات المتحدة اليوم قد تكون منطلق لدول أخرى سبق وأن أعربت عن قلقة من الشعبي الهائل اللي بيتمتع فيها طبعا تطبيق تيك توك من روان إليك فلك قرار الحظر تم توقيعه رسميا قبل قليل من قبل الرئيس بايدن لكن هناك تبعات ومراقبة للخطوة القادمة ما هي الخطوة القادمة؟ بالفعل ليال وتيك توك قالت أنها ستقاتل ضد هذا القرار في المحاكم متوعدة بجولات قانونية طويلة قرار الحظر يعني بالنسبة لتطبيق تيك توك احتمالية أن يؤدي القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ بالنسبة 79 إلى 18 إلى إجراء نادر الحدوث بمنع إحدى الشركات من العمل داخل الولايات المتحدة يتيح هذا القانون للرئيس الأمريكي سلطة تحديد التطبيقات الأخرى التي تمثل تهديدا للأمن القومي خاصة إذا كانت تتم إدارتها من قبل دولة غير صديقة لواشنطن رغم ذلك ما زالت هناك بعض الأصوات المعارضة للقانون ومن بينهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي قال إنه يعارض حظر تيك توك معتبرا ذلك تناقضا مع حرية التعبير على حد وصفه في حال وافق مالك المنصة على بيع حصته فالمشترون يتوقع أن يكون إما وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن مونيشن الذي أعلن نيته عن شراء تيك توك أو شركات مثل مايكروسوفت وأوريكل ليال يعني على الرغم من هذا القرار الجدلي حاليا وكل ما ذكرناه إلا أن حملة بايدن الانتخابية أعلنت استمرارها استخدام تيك توك على الأقل حتى السنة القادمة بالفعل يبدو فلك بأنه بايدن يبيح لنفسه ما ينوي حظره على الأمريكيين وعلى كل حال يعني سنبقى على طلاع بتفاصيل هذا الملف وكل جديد متعلق به في الفترة المقبلة للحديث مشاهدين عن هذا الحظر ينضم إلينا بالستوديو الزميل عبادة لدى المحرر شؤون الاقتصادية بشبكة العربية أهلا وسهلا بك عبادة بداية هل نتحدث عن حظر انتخابي ولا أي مدى يشبه ما قام به ترامب بانتخابات قبل انتخابات 2020 لا شك أنه البعد السياسي المحلي في الولايات المتحدة هو بعد أساسي جدا في هذه المسألة وكما ذكرت هذا القانون إذا ذكرنا بشيء فإنما يذكرنا بالأمر التنفيذي الذي اتخذه ترامب في 2020 المشترك بين الأمرين هو أنه قبل الانتخابات قبل انطلاق إلى السباق الانتخابي يتخذ قرار بحضر تيك توك في المرة الماضية كانت أمر تنفيذي الآن بقانون فبالتالي هذا البعد أكيد أنه حاضر بشكل كبير ولكن المفارقة الآن أنه ترامب موقفه مخالف يقول الآن أنه ضد بيع تيك توك والسبب أن مشكلته الكبرى الآن هي مع ميتا الشركة المالكة لفيسبوك باعتبار أن فيسبوك حضرته منذ عام 2021 فبالتالي هو يريد الانتقام من فيسبوك لا يريد لها أن تستفيد من خلو الساحة وتأخذ الحصة السوقية عبادة اليوم في ناحية أخرى لا نركز عليها وهي حرب البراند بين الصين والولايات المتحدة عولمت البراند الصينية إلى أي مدى تلعب دور بهذا الصراع الحاصل عليك؟ هذا جزء من الاعتزاز الصيني الآن لدى الناس العاديين في الصين يعني بدأت في ردات الفاعل خلال الساعات الماضية عبر التطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية أنه نوعا ما في نوع من الشعور لدى الصينيين أنه الأمريكيون لديهم ساحة لعب لها قواعدها والآن عندما يأتي الصيني ليلعب وفق هذه القواعد يقال له أن القواعد تتغير فعندما عولمت الصين لعلاماتها التجارية سواء في التجارة الإلكترونية علي بابا أو في الهواتف هواوي أو في التواصل الاجتماعي تيك توك نرى ردة الفاعل الكبيرة في الولايات المتحدة هذه ليست الردة الفاعل الأولى الأمريكية على المنتجات أو البرانز الصينية قبل هواوي وقبل موضوع الرقاقات وبالتالي هل نتحدث عن ضرب لأسس العولمة والرأس مالية عبر ضرب هذه المنتجات هذا بعد من أبعاد الحرب التجارية والحرب الاقتصادية الباردة ما بين الولايات المتحدة والصين ولكن صين أيضا لديها أسلحتها نتذكر في 2020 حينما تخذ ترامب قراره بحضر تيك توك كان تعليق وزارة الخارجية الصينية في ذلك الوقت أن هذا بندورا بوكس يعني هذا صندوق بندورا إذا أردتم أن تحضروا شركات بناء على اعتبارات أمن قومي هذا يعطي مبرر لأي دولة أخرى أن تحضر شركات أمريكية أو غير أمريكية بناء على اعتبارات أمن قومي هل نتحدث عن مسار جديد من الحروب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة هذا واحد من المسارات ولكن القضية طويلة جدا الآن هذه أول مرحلة فقط هناك مراحلة قضائية ماذا سيحصل من بعضا هذه مسألة فقط أريد أن توقف عند مفارخة كبيرة إذا رأينا تعليق رئيس تنفيذي لتيك توك ماذا علق علق بأنه هذا ضرب لحرية التعبير هو يستنجد بـ 170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك سبعة ملايين من أصحاب الأعمال أو من الشركات تستخدم تيك توك فهو يستنجد بهؤلاء يقول لهم أن هذا يؤثر على مصالحكم وعلى مصالحكم نادية وهذه مفارخة كبرى من ناحية هناك النفس العدائي تجاه الصين أو النزع الوطنية تجاه الصين في الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى هناك استفادة كبيرة هناك انخلاط كبير من الماس من الجمهور الأمريكي في استخدام هذا التطبيق وبدأ باختصار اليوم كان لافت رفض إيلون ماسك أولا لا يريد أن تكون هذه السابقة عادة وثانيا مصالح إيلون ماسك بالصين لماذا يخاف اليوم؟ طبعا إيلون ماسك تسلا وغير تسلا هو مستثمر كبير في الصين هذا جانب وأيضا مسألة أساسية الآن في حال سلك هذا القانون مساره ولم يعرق القضائيا السؤال الكبير من يستطيع أن يشتري شركة بهذا الحجم؟ الآن الحديث عن تقييم الشركة عالميا تقيم تقريبا بحوالي 100 مليار رقم قد لا يكون دقيقا ولكن هذا هو شائع وعملها في أمريكا فقط بين 40 و50 مليار دولار يعني من يستطيع أن يشتري شركة بهذا الحجم؟ من؟ مختصار؟ لأنك مرشحون ولكن أوراكل مثلا اللي كانت مرشحة في 2020 لشرائها شركة الآن مديونة بأكثر من 80 مليار دولار يعني من؟ متى؟ مايكروسوفت الآن هناك ستيفن مونوشن اللي كانت وزير خزان الأسبق يقول أنه يشكل تحالف لتشكيل كونسورتيوم للشراء ولكن لا يبدو الآن على الساحة من هو يستطيع الشراء من دون عقبات تتعلق بالاحتكار أو من دون عقبات مالية خصوصا أن الحكومة الصينية ترفض يعني أي عملية تبيع بدون موافقتها أو بدون هذه مسألة أساسية جدا أيضا شكرا لك عبادة لدان على وجودك معنا شكرا مشاهدين مستمرون معكم ولكن بعد الفاصل تحذيرات من أمطار وفيضانات عارمة في مناطق عدة في الصين وفي العاصمة اليونانية وبسبب الغبار الأفريقي السماء تتحول إلى اللون البرتقالي أهلا بكم من جديد مشاهدين ورقة الحصانة الرئاسية هي حبل النجاة الأخير لرئيس الأمريكي السابق ترامب لقاء كل الإدعاءات لقلب طبعا كل الإدعاءات بحقه وخلق واقع جديد يعفيه من قضايا جنائية تعرقل طريق ترامب اليوم للبيت الأبيض حضر ترامب وفريقه القانوني حضر حججا قانونية صلبة لاستخدامها أمام المحكمة العليا تمنحه طبعا حق الحصانة بعدما رفضت المحكمة طلب الحصانة بوقت سابق وتم الطعن به وعندما تنظر المحكمة العليا بدعاءات ترامب الشاملة بالحصانة التنفيذية فإنها ستفتح أرضية قانونية جديدة بسابقة بتاريخ الولايات المتحدة إذن كيف سيفعل ذلك ترامب محاسن وإلى ماذا سيلجأ اليوم فريق ترامب القانوني لقلب هذه الحقائق خصوصا بأن ترامب دائما يجد شيء ليستخدمه ترامب ليال دائما بفاجئنا واليوم يستغل قضاياها الجنائية لصالحه لكسب الحصانة من أرفع محكمة في الولايات المتحدة إذن تكتيك قانوني هذه المرة سيلجأ إليه ترامب لنيل وركة الحصانة عبر استخدام حجج لدفاع نفسه وقلب القصص التي رواها المدعون العمون ضده أولا سيحاول ترامب تبرئة نفسه من القضايا الجنائية وأمها قضية محاولته قلب النتائج للانتخابات عام 2016 عبر تقديم حجة تقول إن ما فعله يندرج في صياق حماية الصباق الرئاسي وفي صلب المؤسوليات الرسمية لترامب كرئيس ولأجل ذلك وفق القانون لا يمكن محاكمته إلا في حال عزل الرئيس خلال فترة ولايته واستخدم ترامب هذه الحجة ضد بايدن الأسبوع الماضي أمام مناصريه ليقول إن بايدن متهم أيضا بالفزاد ولم يتم عزله كرئيس ولا محاكمته فلماذا لا ينطبق هذا الأمر عليه الآن؟ ولتعزيز حجة الحصانة يقول محامو ترامب إن المحاكم سابقا قضت بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة محدودة في الدعاوة المدنية فقط وهذا الأمر يجب أن ينسحب على القضايا الجنائية طالما أن الدستور لم يتطرق إلى هذه النقطة بوضوح وبالتالي كل التهم ليال والقضايا التي واجهها ترامب بحسب ما يقولون طرق إلى إعادة السياقة وفق هذه الحجج والاتهامات التي قالوها عنه وسنشهد في حال تمت أهم مراجعة قانونية وأكثرها جرأة في تاريخ البلاد هذا يعني ملفت بالطبع محاسن حجج ترامب دايما لنيل الحصانة تكون تاريخية وستكون هذه المرة تاريخية في حال نجح بإقناع المحكمة العليا بما سارتها الآن بهذا العرض لكن غسان بعدما قالته محاسن هل كانت لترامب ثوابق بقلب الأمور رأس على عقب لصالحه بمحاكمات السابقة أو حتى يعني بالقضايا السياسية ليال المعروف عن ترامب أنه خبير في قلب الأمور لصالحه سنتحدث عنها أكثر الآن إذن لدى ترامب حنكة سياسية في مجال استغلال الأزمات وتحويلها إلى فرصة لتعزيز حضوضه على سبيل المثال وصف مثيري الشغب في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير عام 2021 بأنهم رهائن وسجناء سياسيون مما رفع من شعبيته أكثر لدى مران ناصره لأنه لم يتركهم لمصيرهم حين أدينه أيضا عمل طوال الفترة الماضية على إظهار أن القضايا الجنائية الأربعة بحقه هي من تدمير الرئيس بايدن لاتهاده سياسيا وابعاده عن ولاية أخرى للبيت الأبيض ونجح الأمر أمام مناصره وقال إذا سلبوا مني حصانة رئاسية فعليهم سحب حصانة بايدن المحتال أولا على حد وصفه أبقى مشاهدين بالولايات المتحدة وبملف ترامب ولكن من زاوية أخرى فبينما يصارع ترامب بالمحاكم الجنائية تأتي أخبار مباشرة نوعا ما له ولحملته الانتخابية وهي تقدم ترامب عدد من الولايات المتأرجحة وبالتالي استمالت صراع تلك الولايات إلى جانبه أتحدث هنا طبعا عن الولايات التي رويدا رويدا وفقا للإستطلاعات الرأي كشفت بأن ترامب حصل على داعم بنسبة 49% بست ولايات متأرجحة مقابل نسبة 43% لبايدن للحديث عن هذا الموضوع معنا من واشنطن ريتا سليمان مراسلة العربية ريتا عندما نتحدث عن الولايات المتأرجحة نتحدث عن أهمية خاصة للمرشحين ما هي الصورة اليوم بعد الأرقام التي ذكرناها دعيني أولا أشير إلى أن استطلاعات الرأي هذه ليست حاسمة فنحن لا نزال على مسافة زمنية كبيرة من نوفمبر 2024 ولكن إذا ما أردنا النظر إلى هذه الأرقام فإنها يمكن أن تعبر لنا عن رأي أو طريقة استجابة الناخب الأمريكي في هذه الولايات المتأرجحة للعنوين الأساسية التي يطرحها المرشحان المفترضان حتى اللحظة للحزبين الجمهوري والديمقراطي لنأخذ مشيقين على سبيل المثال في هذه الولاية كانت بايدن يخسر الكثير من الأصوات خاصة من الجالية العربية جراء الحرب على غزة وعدة تفاصيل أخرى ولكن بايدن أصر بحملته الانتخابية وركز على هذه الولاية وتعاون مع نقابة عمال السيارات مثلا في هذه الولاية استطاع التقدم نقطتين فقط عن الرئيس ترامب ولكن في بقية الولايات المتأرجحة كما ذكرت هناك تقدم للرئيس ترامب وذلك لعدة أسباب ولكن يعود السبب الأساسي بالعنوين التي يطرحها المرشحان يبقى الاقتصاد والهجرة العنوانين الأبرزين للناخب الأمريكي في جميع الولايات وليس فقط في الولايات المتأرجحة ولكن لترامب أفضلية في هذه النقطة هي الاقتصاد الأمريكي واجه تضخم كبير على الرغم من إحراز الرئيس بايدن عدة نقاط في هذه النقطة ولكن الاقتصاد لا يزال عبء كبير على كهل الرئيس بايدن في هذه المرحلة أيضا هناك في الأيام والأشهر المقبلة سيكون هناك استطلاعات رأي أكثر يمكن أن تشير إلى ربما تقدم أي من الجانبين وتجدر الإشارة أيضا بأنه على الرغم من قضاء ترامب الكثير من الوقت في المحاكم إلا أن ذلك لم يمنعه من التقدم إن كان من جمع المال أو حتى من التأييد من مناصرها وبالتالي سننتظر هناك وقت واستطلعات الرئيسة تتغير شكرا لك من واشنطن ريتا سلمان مراسلات العربية مشاهدين الآن أنتقل إلى أخبار تقص مع زميلة لميس إبراهيم إليك لميس شكرا ليان أهلا بكم يأخذ السكان المتضررين من فيضنات قوية في جنوب الصين سباقا مع الوقت لإنقاذ مقتنياتهم قبل أنطار تفنية تحذر منها السلطات المحلية فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لإجلاء السكان المحاصرين في مقاطعة إقليم جوانغ دونغ التي تشهد منذ يوم الخميس أمطار غزيرة تسبب تداعياتها بمقتل أربعة أشخاص وإجلاء أكثر من مئة ألف من السكان تحولت السماء في أثناء إلى اللون البرتقالي بعد أن غطى المبار الإفريقي من الصحراء الكبرى المدينة حملته رياح جنوبية عبر البحر المتوسط وتحولت هذه العاصمة اليونانية إلى مدينة شبيهة بالمريخ حيث غطت الرمال الحمراء معظم معالم المدينة اشتحت العواصف المطارية والفيضانات المفاجئة الطرق وتسببت في خسائر بشرية ومدية وتعطيل في جميع أنحاء العاصمة الكينية نايروبي والمنطقة المحيطة بها فيما تسببت هذه الفيضانات الكثيفة بمقتل ثمانية وثلاثين شخصاً وتشريد أكثر من أحد عشر ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الماضية مشاهدين أختم الساعة الأولى من العالم الليلة مع إليال اختيار مع أبرز العنوين تأكيداً لاقترابها مجلس الحرب الإسرائيلية يبحث بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفاح وتحسباً لمزيد من الاستهدافات الإسرائيلية إيران تستبدل مستشاريها بعراقيين ومن حزب الله وبعد دقائق فقط من توقيعه قراراً يمهد لحظر تيك توك حملة بايدن انتخابية تؤكد استمرار استخدامها للتطبيق واستطلاع جديد للرأيك شف تقدم دونالد ترامب على جو بايدن في ست ولايات متأرجحة ومواضيع أخرى نتابعها ونناقشها في الساعة الثانية من العالم الليلة تابعونا اشتركوا في القناة